السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها لنفسي وإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في كل مكان لا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة ولا أقدمها الآن هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع لأنني أرى كثيرا من الناس يعيش في هذه الدنيا وهو يتصور أن الموت نهاية المطاف وأنه لن يقف يوما بين يدي الله جل وعلا ليسأل عما قدمت يداه نقدمها لنصحح بها الحياة لنصحح بها الأخلاق لنصحح بها الأقوال والأفعال والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم والعمل والإخلاص في الأقوال والأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه لازلت أيها الأحبة أتحدث عن علامات الساعة التي ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهيت الحلقة الماضية بقولي ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ أن تلد الأمة ربها ما معنى هذه العلامة يعني إيه تلد الأمة ربتها أو ربها تب خلي بل حضرتك معي والتعالي نرجع لأصل الحديث في صحيح مسلم وأنا متعمد أن أذكر الحديث بطوله لجماله وجلاله لدروسه وعظاته وعبره وما أكثرها ولم لا وهو حديث من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم الحديث رواه الإمام البخاري اختصرا ورواه الإمام مسلم ورواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من أصحاب دووين السنة لكنني سأقتصر الآن على رواية الإمام مسلم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بغيدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر يعني بنفي القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلني المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي يعني سيطركني أتكلم أسأل عبد الله بن عمر وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن ينادي على عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تحدث وتقع فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال عبد الله حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال السائل فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة وهذا هو الشاهد فأخبرني عن الساعة فقال الصادق صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فقال أخبرني عن أمارتها قال السائل الكريم هذا فأخبرني عن أمارتها يعني عن علامتها عن أشراطها فقال صلى الله عليه وسلم خلي بالك أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ في صحيح مسلم أيضا أن تلد الأمة ربها أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلب فلبثت ملي فقال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الشاهد من الحديث أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها يعني إيه يعني إيه قال أهل العلم يتزوج الرجل السيد الأمة أو ينكحها الأمة مرأة من الإماء من العبيد فيتزوج السيد الحر أمة من الإماء أو ينكح السيد الحر أمة من الإماء فتنجب له ولدا فينسب هذا الولد من هذه الأمة إلى أبيه وينشأ سيدا بانتسابه لأبيه في الوقت الذي تبقى فيه أمه أمة من العبيد من الإماء أن تلد الأمة ربها أي سيدها عرفت حضرتك المعنى أن تلد الأمة ربها أي سيدها أو أن تلد الأمة ربتها تنجب هذه الأمة بنتا فتصبح البنت سيدة بانتساب لأبيها وتبقى أمها أمة من الإماء فتلد الأمة ربتها أي سيدتها هذا معنى لبعض أهل العلم ومنهم من قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها بمعنى بمعنى قد ينكح السيد أمة من الإماء ثم يبيعها ويكبر هذا الإبن ابن هذه الأمة يكبر ثم تباع هذه الأمة في سوق من الأسواق وتعود إليه مرة أخرى لتكون أمة عنده وهي في الأصل أمه هذا معنى وأوجه المعاني وأوجه المعاني وأحسن المعاني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها قال الحافظ حجر كثرة العقوق كثرة العقوق بين الأولاد قال وهذا أمر يكون بالقرب من قيام الساعة لأن الأمور تنعكس بين يدي الساعة فيصير المرباء مربية فيعامل الولد أمة معاملة السيد لأمته وهذا أقرب الأقوال أقرب المعاني لكلام سيد الرجال صلى الله عليه وسلم تنعكس الأمور فيعامل الولد أمة معاملة السيد لأمته وتعامل البنت أمها معاملة السيد للأمة وأظن أن هذه العلامة بهذا المعنى قد كثرت وانتشرت بصورة تدمي القلب كثر العقوق فأصبح المرباء مربية أصبح الإبن الذي لازال يتربى على يدي والده وعلى يدي أمه أصبح مربيا يأمر الوالد ويأمر الأم بصورة لا تليق بمقام الأم أو بمقام الوالد الكريم فكثرت العقوق علامة من علامات الساعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تلد الأمة ربتها أن تعامل البنت معاملة أمها أن تعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها وأن تلد الأمة ربها أن يعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته وهذه الصورة انتشرت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتشر العقوق بصورة مؤلمة بصورة ادم القلب الولدان نعم يا إخوة من أجل النعم إخواني وأخواتي اتفقنا على أنني لا أخاطب العطفة فقط وإنما أخاطب العقل والقلب معه ولا أود أن أذكر العلامة وأن أجري إلى علامة أخرى ليس هذا هو المراد أن أسرد العلامات سردة أبدا إنما المراد أن نقف مع العلامة لنستخرج المنهج التربوي لنحول هذه الكلمات الربانية والنبوية في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة وإلا فما أيصر التنظير وما أسهل الكلمات أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأحوال والأفعال إنه لذلك والقدر عليه أقول الوالدان نعمة والله من أجل النعم من أجل النعم قد لا يفطن كثير من أولادنا وأبنائنا وإخواننا إلى قدر هذه النعمة إلا إذا افتقدها أسأل الله نبارك في أعمار والدين جميعا إنه ذلك والقدر عليه قد لا يستشعر كثير من إخواننا وأولادنا قدر هذه النعمة إلا حين يفقد والده أو والدته الوالدان يندفعان بالفطرة بالفطرة بلا تكلف يندفعان بالحب والعناية والرعاية والإحسان إلى الأولاد بل ربما يضحي الوالدان بالذات بالعرق بالجهد بالعافية بالراحة بالنوم بالطعام بالشراب من أجل إسعاد الأولاد أسعد لحظة حين يخرج الوالد الطعام من فمه ليطعمه ولده أسعد لحظة على الأم حين تصهر الليلة كاملا من أجل أن ينام طفلها ومن أجل أن يستريح ولدها أو أن تسعد ابنتها أسعد اللحظات وأنا أعلم أن كل من رزقه الله الآن بالولد يعرف قدر ما أقول يعرف قدر الوالدين ويعلم يقينا إلى أي حد قدم الوالد وقدمت الوالدة لأنه الآن في مرحلة عطاء فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي قشرة هشة على سطح الأرض تذروها الرياح وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وجهد وعطاء وعافية في الوالدين فإذا هما شيخوخة ثانية وهما مع كل ذلك سعيدان يا الله عطاء الوالدين لا ينفد لا ينتهي أقول لكن من الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله من ينسى هذا العطاء والحب والحنان ويندفع في جحود ووحشية وعصيان ونكران بالإساءة إلى الوالدين بلا شفقة أو رحمة أو إحسان ويبلغ العقوق الأسود منتهى ويبلغ العقوق الأسود منتهى حين حين يسيء الولد أو حين يضرب الإبن أمه أو أباه اللهم سلم سلم يا رب والله أقرأ أقرأ وأسأل عن أحداث تخلع القلب إن دلت فعلا فإنما تدل على قرب قيام الساعة مستحيل مستحيل أن يتصور الإنسان أن يرفع الإبن يده على أبيه أو أن ترفع البنت يدها على أمها صورة بشعة من صور العقوق صورة بشعة من صور العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولذلك لقد أمر الله جل جلاله بالإحسان إلى الولدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده مباشرة حاوز حضرتك تتصور كرامة الوالدين ومكانة الإحسان إلى الوالدين أن يجعل الله الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده مباشرة تدبر معي قول الله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا الله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك أكبر الكبائر وجعل الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك مباشرة العقوق معقول الكلام ده أيوة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وددت أن لو سمع هذا الكلام أبناؤنا جميعا يقول الصادق المصدوق ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله الشرك أكبر كبيرة أظلم الظلم أبشع ذنب يرتكب على ظهر الأرض الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله جل وعلا لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك يا الله يا الله على هذا الوعيد يقول الله لنبينا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى رسول الله قال الإشراك بالله طب التانية وعقوق الوالدين بعد الشرك أيها بعد الشرك خلي بالك ولد الحبيب وانتبه ابنة الغالي الفاضلة وأنت أخي الكريم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق بعد الشرك وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلن ليته سكت وسأعود إلى الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بدون قرينتها كلام غالي أوي ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل آية إلا بقرينتها الأولى قول الله جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول جميل فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه والثانية قوله جل وعلا وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه الثالثة أنشكر لي ولوالديك يا الله يا الله مباشرة أنت متصور المعنى أخي الحبيب وأختي الكريمة إن تعيش المعنى أنشكر لي ولوالديك مباشرة فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه لم يقبل منه العقوق سبب من أسباب الطرد من رحمة الله والحرمان من الجنة مهما تعمل ما فيش فايدة لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا أي فرضا ولا نفلا يوم القيامة ما أقول أيوة ده العقوق كبير بشع جدا علامة خطيرة منتشر الآن من علامات الساعة روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وكذلك الطبراني وغيرهما بسند حسب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يعني فرضا ولا نفلا ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة أي فرضا ولا نفلا خابوا رب الكعبة وخسروا من هؤلاء من هؤلاء الذين لا يقبلونهم فرضا ولا نفلا اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام قال العاق لوالديه والمنان الذي يمن على الناس بعطاياه والمنان والمكذب بالقدر وقد تعمدت أن أذكر الحديث بمقدمة في الصحيح مسلم لأبين مكانة الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وثلاثة اسمع الرواية به والحديث رأي الإمام النسائي في سننه والبزار بسند حسن من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم خابوا ورب الكعبة وخسروا من هؤلاء اسمع؟ قال الصادق العاق لوالديه يا الله العاق لوالديه خلي بالك من ديه العاق لوالديه والمرأة المترجلة يعني المرأة التي تتسبه بالرجال في كل شيء في كلامها في لبسها والمرأة المترجلة والديوث والديوث هو الذي يقر الخبس في أهله يقر الفحشة والفحشة في أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وخلي بالك العقوق لابد أن تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة هنا في الدنيا قبل الآخرة قضر إلى أي رجل موفق بفضل الله خذها مني وابحث عنها قضر إلى أي رجل موفق من المسلمين في تجارته في وظيفته في مكانته الاجتماعية فتش وابحث في حاله مع والديه في حاله مع أمه على وجه الخصوص يقينا أقول بملء ثمي وأعلى صوتي سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدد من أبر الناس بأمه هات لمثال هات لمثال ائتني بنموذج واحد كان برا بأمه محسنا إليها كريما معها كريما مع والده ولم يوفقه الله جل وعلا وهات لي نموذج واحدة عقّ الرجل أباه وعقّ الرجل أمه وقل لي هذا نموذج كاسب في الدنيا رابح في الدنيا يعيش السعادة بكل معانيها بل دخل قصر السعادة من نوافذ قبل أبو أبي هات لنموذجا واحدة مستحيل مستحيل والله العظيم لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الآخرة من مين؟ من ولده من ابنته اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ والحديث روى الإمام الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة البغي الظلم وسأرجع إليه إن شاء الله تعالى كعلامة أخرى البغي أي الظلم وعقوق الوالدين آه لازم تشرب من الكأس في الدنيا من كأس العقوق أوعى تتصور أنك الآن في مالك وفي مكانتك وفي وجهتك وفي قوتك تتصور أنك أقوى من هذا الوالد الضعيف المسكين أو تتصور أنك أقوى من هذه الأم الضعيف المسكينة التي حملتك في بطنها أو حملتك في بطنها تسعة أشهر وأرضعتك بل بل وكانت لا تنام حتى تنام وتجوع من أجل أن تطعمك وتشقى من أجل أن تسعدك لاحظ أن كثيرا مننا يفعل الآن مع الوالدين مثل هذه الأمور لكنه يتمنى لهم الموت إلا مرحمة ربه جل وعلا من أهل البر جعلني الله وإياكم من أهل البر يتمنى له أي لوالده الموت أو لأمه الموت لكن الوالد كان يصنع بك كل ذلك وأكثر من ذلك هو يتذلل إلى الله جل وعلا أن يبارك في حياتك وأن يبارك في عمرك وأن يراك كبيرا وأن يسعد بك والأم كذلك تتضرع إلى الله بل وتبكي بين دي جل وعلا من أجلك من أجل أن يبقيك في سعادة غامرة فالبغي الظلم وعقوق الوالدين لا بد أن تجني الثمرة المرة في الدنيا قبل الآخرة الوالد سبحان الله ولا حول لقاته إلا بالله أبوه كبر أبوه عيش معاه في البيت كبر انحنى ظهره وسال لعابه لا حول ولا قاته إلا بالله جالس معاه على الطعام لا الوالد يسيل لعابه ففجأة شال الوالد وشال الطعام ودخلوا على حجر الوحدة عزلوا عزلوا عن الأولاد الأولاد الصغار فرحنين بجدهم ليه يا بابوه تعمل كده ليه عزلت جدنا في حجر الوحدة قالوا لأن يعني يعني عشان ما تتقرفوش من اللعاب اللي بينزل منه وبياكل فيوم ربك شبحانه وتعالى يشاء ربك جل وعلا أن يمطق طفلا من أطفاله يوم الطفل يقول له ليه كذا يا بابا تعمل مع جده ليه كذا قال عشان ما تتقرفوش قال له طيب لما تكبر احنا برضو هنحطك في القضة دلوحدة زي ما عملت مع جده يا الله يا الله والله العظيم النبي قال بروا آباءكم تبركم أبناءكم هنا هنا في الدنيا يا أخي أيها البر الحبيب أنت ترى طفلك الذي لمبلغ الثانية من عمره لا يأكل شيئا إلا إن أطعمك إلا إن وضع الطعام في ثمك هذه ثمرة البر هذه ثمرة برك بوالديه طفلك الذي لا يعكل ولا يعرف شيئا يطعمك يطعمك قبل أن يأكل وكأن الله جل وعلا يريد أن يطعمك ثمرة البر في الدنيا قبل الآخرة بل وستراها في حياتك كلها فين شرح صدرك واستقرار بالك وقوة بدنك وسعادتك مع زوجتك وسعادتك مع أولادك وسعادتك مع أمالك وموظفيك ستعيش سعيدا بالبر والله العظيم ستعيش سعيدا بالبر في الدنيا والآخرة الأب الثاني اللي عمل ابن عمل يزر أباه بيشده من إليه بيجر بر البيت لحد الباب وخرج فتح الباب وبيجرجره على السلم فالأبو بيقوله لا 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 خلاص يا ابن لحد الباب يا ابني سيبني يا ابن لحد الباب وبكى وقال له والله يا ابني من أكتر من تلاتين سنة أنا مجرّت أبويا عشان أطرده من بيتي إلا لحد الباب بس إلا لحد الباب بس يا الله يا الله أنا بيبعيني في ميدان لقيت هي صور ناس ورجل كبير جالس يبكي وقفت ربما يكون محتاج شيء فبسأل إيه خير يا أخوان قالوا الله الولد ده وأشاروا على شاب جالس الولد ده ضرب أبوه بالألم صفع أباه على وجه بالألم أعوذ بالله أعوذ بالله وإذ بأحدهم يقول لي يا شيخ سبحان الله الرجل جالس يبكي لما جينا نضرب الولد قال لا 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 سبوه تضربهوش ليه يعمل حق قال ده ابني طيب ابن عاق لا يبد أن يؤدب قال لا 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 ده دين أنا بسدده والله في نفس المكان ده يقول هو والله في نفس المكان ده ضرب والده بالألم على وجهه في نفس المكان دين دين يا حبيبي لابد أن تقضيه والله ستقضي هذا الدين حتما خلي بالك العقوق البغي والعقوق يعجلهم الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة دعوة الأم خلي بالك منها ما تقولش الشيخ يعني درويشي وكلام يا عم الشيخ ده احنا في عصب خلي بالك من دعوة الأم الله أنت خارج الصبح تقبل إيديها وابتدعو الله لك يا سلام يا سلام وآه لو انصرفت وهي باكية تدعو الله عليك تقول ليش بعد أنا راجل متقيم ملتزم وبنفق وابني خلي بالك من دعوة الأم بقول هالك من كل قلبي خليها تدعيي لك خليها تقول يا ربنا رضي عن فلان ارضى عنه يا سلام انت عارفين جريج لا منعرفش مين جريج ده ده جريج عابد من عباد بني إسرائيل واللي بيحكي لنا قصته نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم هت لنا الحديث بقى كده من الأول الحديث روال بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عيسى بن مريم وهنرجع ان شاء الله لسيدنا عيسى لنقف معه وقفات في العلامات الكبرى بإذن لي تعالى عيسى بن مريم طيب التاني مين قال وطفل جريج لا لا دي مش عارفينها بقى ايه طفل جريج دي خلي بالحضرتك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا عابدا ما كانش فاسقة لم يكن فاسقة ولم يكن عاصية ولم يكن مذنبة لا عابدا اتخذ صومع صومع يعني مكانا بعيدا عن أعين الناس على قمة جبل أو في مكان مرتفع وتفرغ العبادة تفرغ للطاعة يا الله يعني ليل وانهار في طاعة صلاة وصيام وقيام وتسبيع رجل متفرغ للعبادة اسمه راهب عابد زاهد فين فوق جاءت أمه أم جريج خلي بالك يا جريج يا جريج أم عزاه والرجل ويف يصلي لا إله إلا الله يصلي ويف يصلي فقال في نفسه أي ربي أمي وصلاتي يعني أواصل الصلاة ولا أرد على أمي أي ربي أمي وصلاتي فوصل الصلاة عبادة ولن يجب أمه لا الله انصرفت اليوم التاني فلما كان من الغد أتته يا جريج يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي الله ده بيصلي تاني كل أوقاتي تقريبا عبادة أي ربي أمي وصلاتي أرد على أمي ولا أواصل الصلاة فوصل الصلاة ولم يجب أمه فانصرفت فلما كان في اليوم الثالث جاءت أمه أتته أمه يا جريج يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي لازال في صلاة أيضا فوصل الصلاة ولم يجب أمه فغضبت الأم غضبت الأم تب هي تغضب ليه عم الشيخ ده رجل بيصلي هو الشرع هو الشرع أن يصلي الأصل أن يواصل الصلاة أو لا يجيب أمه خلي ما لك من الجواب يجيب أمه وهو بيصلي أيوة ما لم يكن في الفريضة ما لم يكن في صلاة الفريضة إن كان في صلاة الفريضة يواصل الصلاة أما إن كان في نافلة وسمع أمه تنادي عليه وهو يصلي النافلة سنة يعني ويرى أن أمه في حاجة ملحة إليه فليقطع الصلاة وليجيب أمه لا مش ممكن مش ممكن لتبقى مكانة الأم في دين الله تبارك وتعالى هذه مكانة الأم ومكانة المرأة المسلمة في دين محمد بن عبد الله حتى لو قال بأن الإسلام ظلم المرأة لا ده نحيش بعد كده مع المرأة كرمها أما وكرمها زوجة وكرمها بنتا ده كرمها تكريما ما كرمت إياه في أي تشريع على وجه الأرض لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الغرب يقطع الصلاة وهو بين أدي الله جل وعلا في صلاة النافلة ليجيب أمه نعم نعم أما إن كانت الأم تستوعب ولن تغضب إن أكملت صلاتك صلاة خفيفة ثم أجبتها فأكمل أما إن كنت ترى أنها في حاجة ملحة وستغضب فاقطع صلاة نافلة وأجب أمك انصرفت الأم يا غبانة وسبحان الله انفعلت انفعل غريبة كذا وقالت دعت على جريج على الرجل الزاهد العابد التق النقي قال لي بلك ما سبهاش هو لا ضربها فالأيذو الله ولم ينهرها لا درجل في عبادة في طاعة فقط ما قدرش يجاوبها لحد في صلاة فالأم قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يا ربي دعوة غريبة جدا اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات والمومسات يعني الزواني أو الزانيات أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخر سبحان الله دعوة استجيبت يا الله استجيبت في حق هذا الرجل الزاهد العابد أيوة أيوة الحديث في البخاري ومسلم استجيبت دعوة أم جريج مش بقول لك خلي بالك من دعوة الأم دو تصور لو أنت عق إنما درجل عابد زاهد ومع ذلك استجيبت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فجلس بني إسرائيل فتذاكروا يوما جريج تذاكروا جريجا وعبادته فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها قالت لهم بأنها إن أرادوا منها أن تفتنه لتفتننه فطلبوا منها ذلك فذهبت إليه إلى جريج وعرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها يا الله تعفف عن الزنا مع امرأة جميلة حسناء فلم يلتفت إليها لكنها مكلفة بمهمة فذهبت إلى راع فأمكنته من نفسها فوقع الراع عليها فحملت فلما ولدت حملت ولدها وذهبت به إلى بني إسرائيل وقالت هذا ولد جريج من الزنا فذهبوا إليه وحطبوا صومعته وضربوه وأنزلوه قال ما شأنكم تعملوا ليه كده إيه لنا عملته قالوا هذا ولدك من الزنا قال دعوني أصلي تاني يصلي الله جل وعلا فصل ما شاء الله لأنه يصلي ثم قال أين الغلام أو أين الصبي قالوا ها هو الصبي فضرب في بطنه طعن في بطنه وقال له جريج وهو لازل في لفائثه قال له جريج يا غلام وقال له من أبوك الله ده طفل في المهد لسه مولود تخاطبه شوف اليقين عند الرجل وصل إلى هذا الحد ومع ذلك تستجاب فيه دعوة أمه يطعن الصبية في بطنه ويقول من أبوك فينطق الله هذا المولود في لفائثه ينطقه ويقول فلان الراعي الله فلان الراعي ابتلي بدعوة أمه ونجاه الله تبارك وتعالى بعبادته ويقينه وصلاته لله عز وجل فأقبل عليه يتمسحون به وقبلون ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب قال لا بل ابنها من الطين كما كانت الشاهد أن دعوة أم جراج استجيبت تبشوف الصورة التانية المشرقة الجميلة في حديث آخر في صحيح مسلم يا الله كان عمر بن الخطابي رضي الله عنه عمر 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 العملاق عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه عمر الذي أجر الله الحق على لسانه وقلب عمر 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 قل عمر إلى ما شاء الله عمر ردوان الله عليه هذا حبه في القلب وقطع لسان يسيء لعمر رضي الله عنه ويسيء للصديق رضي الله عنه ولأصحاب رسول الله رضي الله عنه عمر ردوان الله عليه كان يبحث في أمداد أهل اليمن وأمداد جمع مدد وهم الأنصار والأعوان من أهل اليمن كل ما يقبل على المدينة ناس من أهل اليمن يخرج عمر رضي الخطاب بنفسه بنفسه ويسأل يسأل يسأل عن رجل رجل مين عمر الفاروق أمير المؤمنين يسأل عن رجل من التابعين من أمداد أهل اليمن من ده يقوم عمر أفيكم أويس بن عامر أويس بن عامر ما تنساش الاسم ده أفيكم أويس بن عامر حتى أقبل على أويس لقيه عمر فقال له عمر أنت أويس بن عامر قال نعم خلي بالك والله من الحوار ده يقول عمر أنت أويس بن عامر قال نعم يقول عمر من مراد ثم من قرن قبيلتان في اليمن من مراد ثم من قرن قال نعم يقول عمر كان بك برس كان بك برس مرض البرس كان بك برس فبرأت منه إلا موضع درهم مش ممكن ده كلام خطر جدا ده البرس ده مرض داخلي يعني مستور فوقه الرجل يرتدي فوقه الثياب وبعدين يحدد المرض برأ إلا موضع درهم يعني عبارة عن ديره اللي لسه لازلت باقية في جسده ده كلام خطر جدا والله كان بك برس فبرأت إلا موضع درهم قال نعم يقول عمر لك والدة قال نعم قال عمر إني سمعت رسول الله يا الله صلى الله على الصدق الذي لا ينطق على الهواء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر يا الله ده النبي ما شفوش لم يره رسول الله ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهواء صلى الله وسلم بارك عليه الرسول لم يرى أويس بن عامر لا وبيوصف مش بيوصف أويس بن عامر ده بيوصف المرض اللي كان في جسد أويس ولزال أثره باقيا بمقدار الدرهم في جسده إنه إلا وحي يوحى علمه الشديد القوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن كان به برس فبرأ إلا موضع درهم له والدة له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبر يا الله اللهم لا تحرمنا البر يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله مش ممكن شيف ثمرة البر يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله إلى أبر يعني لو سأل الله جل وعلا شيئا لأطاه طب وبعدين يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل عمر وحمر يطلب من تابعي وهو الصحابي الجليل الكبير الكريم الذي دعا الله رسولنا أن يعز به الإسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه بأبي الحكم عمر بن يشام أو بعمر بن الخطاب عمر عمر النبي بيقول له لو قدرت أن قويس بن عمر هذا يستغفر الله لك خليه يستغفر لك خليه يستغفر الله لك أنت حضرتك عيش المعنى ده أنت عيش المعنى ده يا أختاه عمر الفاروق يسأل قويس بن عمر يقول له استغفر لي فقال عمر استغفر لي فقال أويس بن عامر غفر الله لك يا الله البر يعلي أويسا إلى هذه الدرجة دي ما كانت أويس بن عامر بالبر ببره بأمه بأمه سبحان الله في العام المقبل جاء رجل من أشراف أهل اليمن فأقبل على عمر عبدالخطاب رضي الله عنه فسأله عمر عن أويس سأله عمر عن أويس لأن عمر رضوانه الله لما قال له ذلك قال أين تريد قال أريد الكوفة أنا ويح إلى الكوفة فقال عمر أكتب إلى والي الكوفة قال لا أحب أن أكون في غبراء الناس أو أكون في غبراء الناس أحب إلي رجل مش عاوز منظرة ولا عاوز يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى من الأولياء الأتقياء فأقبل رجل من أشراف أهل اليمن على عمر فقال له عمر كيف تركت أويس بن عامر مش نسيه قال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله عمر بيؤور رضوان الله لهذا الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبارأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا أبر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل فعاد الرجل إلى اليمن يبحث عن أويس بن عامر فلما لقيه قال استغفر لي فقال أويس بن عامر أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي أنت لسه ناجع من الحج أو من النسك استغفر لي فقال يا رجل استغفر لي فقال أويس بن عامر ألقيت عمر رضي الله عنه هو عمر ألقيت الموضوع ألقيت عمر قال نعم فاستغفر له فلما فطن الناس له هام خرج ترك لا يريد أن يشار إليه بالبنان قدر إلى فضل البر الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث رار أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة يقول الحديث دخلت الجنة دخلت الجنة والنبي عصام رأى الجنة وفي الدنيا ودخلها ليلة الإسرائيل المعراج ورآها وهو واطف أن يصلي صلاة الكسوف فرآها بل ومد الحبيب يده ليقطف شيئا من ثمارها لو لا أن الله لم يقدر ذلك في الحياة الدنيا فالرسول عصام يقول دخلت الجنة فسمعت قراءة الله سمع قراءة قرآن في الجنة في الجنة فقلت من هذا يعني من هذا الذي أقرأ القرآن في الجنة فقيل لي حارثة بن النعمان حارثة بن النعمان يقول الحبيب فقلت كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه يا سلام وكان أبر الناس بأمه البر يا شباب البر يا أولادي ويا أحبابي ويا إخواني ويا أخواتي الآن لو تقدر تقبل رجل أبيك يلا قبل رجل أبيك والله العظم طريق إلى الجنة لو تقدر تقبل رجل أمك الآن قبل رجل أمك والله طريق إلى الجنة يا إلزم رجلها فثم الجنة إلزم رجلها فثم الجنة أنا شخصيا أدين الله عز وجل بأنني لا أجد عملا ألقى الله سبحانه وتعالى به إلا بر بأمي كل الأعمال أسأل الله أن يتقبلها وأن يرزقنا الإخلاص محدش عارف مغبر اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وعملنا مأبرك بأمك مصطور تقبل رأسها تضم أمك إلى صدرك تطعمها تنفق عليها تكرمها تسعدها بكلمة بعطاء مش تطعم أهلك وأولادك وتخفي عن أمك لا ده عقوق أسود عقوق خطير تخفي من أمك أطيب ما ترزق به من الطعام والفاكهة والثياب ده بر هذا عقوق بشع بشع ستحرم بسببه من خيري الدنيا والآخرة أؤكد من خيري الدنيا والآخرة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله روى البخاري ومسلم حديث عبداليد مسعود رضي الله عنه وسمحوني أنا منفع لأن الموضوع فعلا جارح يدمي القلب يدمي القلب وطولت النفس لأن فعلا إحنا محتاجين هذا الموضوع الآن نعم كثير من البيوت تبكي كثير من الآباء يبكون كثير من الأمهات يعني يبكين بالليل والنهار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل مقدم على الجهاد في سبيل الله نعم بل ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله جئت أستأذنك في الجهاد في سبيل الله فقال له المصطفى أحي والداك فقال الرجل نعم كلاهما فقال له الحبيب ارجع ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي لفظ مسلم قال الرجل يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد فقال له المصطفى أحي والداك وفي لفظ أمن والداك أحد حي قال كلاهما قال له المصطفى تبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي لفظ قال الرجل تركتهما يبكيان فقال له مصطفى ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما يا سلام بر الوالدين البر وفيه لطيف النبوي النبي عليه الصلاة والسلام لفت أنظرنا إليه يقع فيها كثير من الناس إلا مرحمة ربه جل وعلا قال الحبيب كما في الصحيحين كما في الصحيحين من الكبائر من الكبائر شتم الرجل والدي طيب دي معروفة كبيرة من الكبائر إنك تشتم والدك إنك تشتم أمك إنك تشتمي والدك أو تشتمي أمك كبيرة كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب فبقول من الكبائر شتم الرجل والدي الصحابة استغربوا استنكروا قالوا يا رسول الله أيشتم الرجل والدي وفي لفظ أيسب الرجل والدي فقال النبي نعم يسب الرجل أبى الرجل فيسب أباه ويسب أمة فيسب أمة أنت حضرتك خطبتك من المعنى يعني رجل تسبه أنت تسبه بأمه فيسب أمك إبقى أنت وقعت في كبيرة العقوب في حق أمك أنت تسب أبى رجل آخر فيسب أباك إبقى أنت ارتكبت كبيرة العقوب في حق والدك يسب الرجل أبى الرجل فيسب أباه ويسب أمة فيسب أمة بكبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر طيب ممكن أخي الآن وأخت من الفضلاء والفضليات ممكن يبكي وتأثر قل سامحك الله لقد نكأت الجراح يا شيخ محمد وذكرتنا ومنا من توفي والده ومنا من توفيت والدته ماذا أصنع الآن فيه فرصة أقدر أعمل حاجة قبل ما موت مع أن الوالدين قد رحل إلى الله سبحانه وتعالى والجواب نعم الجواب نعم لا تيأس الله يبشرك بالخير في أمل أيوة الأمل في الله لا ينقطع وباب الرجاء لا يغلق حتى ولو كنت عاقا في حياة الوالدين جدد وغير العقوق إلى بر أين الوالدان مات الوالدان لا زال الباب البر مفتوحا لا زال باب البر مفتوحا ولا زال طريق البر مفتوحا وممهدا لك المهم أن تشرع أنت واختو يلا بسرعة اختو على الطريق على طريق البر نعم كيف اسمع إلى السؤال المباشر ده من رسول الله الجواب المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال الحديث رأوه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبانة والترمذي وغيرهم ومن باب الأمانة العلمية في سنده علي ابن عبيد الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات بقية رجال الإسناد ثقات من حديثه أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما الله سؤال مباشر هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال النبي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم خلي بالك وعد معايا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما الله تبتاني كده بالراحة أول شيء الصلاة عليهما يعني أصلي عليهم الجنازة يعني لا هتصلي إن شاء الله عز وجل بعد عمر مبارك بالعمل الصالح بإذن الله تعالى نعم لكن مش المراد بالصلاة هنا الصلاة إنما المراد الدعاء الصلاة عليهما يعني الدعاء للوالدين جبت الكلام دمين ما رسول بقول الصلاة لا هذا من قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتصدق أحد من الصحاب يقول اللهم صل على آل أبي أوفة اللهم صل على آل أبي أوفة فالصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما استغفر لوالديك كما ربياك صغيرة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما يعني إنفاذ الوصية التي يوصي بها الوالدان ما دامت الوصية شرعية ليست محرمة وإنفاذ عهدهما أي تطبيق وتنفيذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما كان ابن عمر يقول كما في صحيح المسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل أبيه أو ود أبيه أو ود أهل أبيه كل هذا ثابت فيا أيها الأفاضل العقوق كبيرة من الكبائر وعلامة من علامات الساعة كما قال الصادق الذي لا أنطقها الهوى أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها أن يعامل الوالد والديه معاملة السيد للعبيد وأن تعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في والدين جميعا وأن يرحمهما في الدنيا والآخرة اللهم من كان من والدينا بين أديك فتغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك ومن كان منهما حيا فأحييه على طاعتك وتوفنا معه على سنة نبيك وعلى ملتك يا أرحم الراحمين أيها الأفاضل ومن علامات الساعة ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة